كشف وزير التكوين وتعليم المهنيين ياسين ميرابي أن أزيد من مليون شخص معني بمنحة البطالة سيستفيدون من تكوين قصير المدى ابتداء من الدخول التكويني الذي سيكون خلال شهر أكتوبر الجاري حيث أوضح الوزير في منتدى الإذاعة الجزائرية أنه تم إحصاء مليون ثمائة وخمسين ألف مستفيد من منحة البطالة بدون تأهيل يعني بدون شهادة على المستوى الوطني ستتكفل المؤسسات التكوينية بتكوينهم في تخصصات قصيرة المدى من ثلاثة إلى ستة أشهر أو أقل من ذلك مذكرا بالمنشور الوزير المشترك المحدد المحدد لآليات العملية لتكفل بتكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة وبالمناسبة أكد السيد ميرابي أن القطاع قطع تكوين المهني سيوفر كل الحاجيات المادية والبشرية الضرورية لإنجاح دخول تكويني قادم سيما من خلال توفير أزيد من ثلاثمائة وربعين ألف مقعد بيداغوجي جديد وبرمجة عدة تخصصات جديدة خاصة بمنحة البطالة ملاحظة عن استدعاء تكوين ما تروحش تسجل في تكوين منحة البطالة إلا إذا كان استدعاء رسمي يعني تلقى اسمك في العليس سواء في الوكالة الوطنية أو في تكوين التابع لمقر إقامتك يعني ما تسجلش من راسك باش ما تروح لكش منحة البطالة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يسيلكون كل جديد